السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته في الحاضر السابق اخذنا التنسيق الشرطي واخذنا ايضا شون نطبق التنسيق الشرطي على الخلايا او الجداول الخاصة بنا اليوم راح ناخذ اداة جديدة اسمها التعبئ التعبئة الفائدة من يومها انه تعبئة الخلايا ببيانات معينة قد تكون نصوص قد تكون ارقام وعمل متسلسلات التعبئة شنو نقصد بها قد نصوص معينة قد نكررها بقية الخلايا بمكان ما انه نكتب الناس وناخذه ونسوي كوبي بيست او انه نرجع نكتب النص مرة اخرى او لربما قد نكون متسلسلة ارقام التسلسل من الواحد لرقم معين او الارقام الزوجية او الفردية او ما شابه عن طريق هذه الادات راح نتعلم شون نسوي التعبئة للخلايا راح نجي بداية على النصوص قدنا نص معين مثلا هذا النص الكهرباء هالكلمة قد يكون كلمة قد يكون نص او مشاعر فرح نحدد الخلية تلاحظون حددنا حاليا الخلية تلاحظون هذه المنطقة هي مربع اسود صغير عدما نخلي موشغ الموص موشغ الموص حاليا باللون الابيض عدما نخلي على هذا المكان راح يتحول الى اللون الاسود وهي بعملية السحب صار عندي كرر نفس النص بقية الخلايا للاسود نفس العملية نرجع نضغط على نفس المربع ونسحبه لليسار سوى لتعبئة لليسار نسحبه الى اليمين ايضا راح يسوينا تعبئة لليسار او للأعلى فعدما تضغط على هذا المربع ضغطة وحدة وعملية السحب راح تكرر كلمة معينة هذه هي الكلمة الاصلية مالتنا تلاحظ انه اكثر من مكان سوينا فعملية جدا سهلة مجرد ما تحدد هذا المربع الاسود تخلي عليه مواشير الماوس راح يتحول لشكله وايضا لونه نقره وحده وعملية السحب يعني تبقى ضغط صبعك على الزر الايئسر للماوس وتسحب للمكان اللي تريده ومن ثم ترطع ايدك راح يتكرر عندك النص عملية جدا سهلة هاي بالنسبة للنصوص كان عندك رقم انا سبيل مثالها رقم واحد او خلينا سويه عشرة عندنا هذا رقم ايضا نفس العملية تخليه مواشير الماوس وتكرر الرقم نفس العملية تخليه مواشير الماوس ايضا اتكرر الرقم اللعلى فزف اليسار حسب المكان اللي تريده حسب المكان اللي تريده مجرد ما تنقف وتسحب راح يتكرر عندك النص او عفونا رقم احنا ناجح نشتغل الرقم هسه راح نجي شون نطبقها عن طريق الادات ايضا راح نكتب الناس هنا اه اذا اتشلنا اريد نحدد المكانات المراد التعبئة بيها ونجي على اداة التعبئة هنا راح نضغط للأسفل وانا محددين للأسفل راح نشوي التعبئة للأسفل اولا ربما محددين للأعلى نضغط على التعبئة الى الاعلى يسار ايضا يسار والى اليمين ايضا ما راح تجي تحدد وتبدي للتعبئة ايضا لو كان لدينا ناس راح نحدد دعبئة يسار واعلى اسفل اسفل هنا تحدد المكان اللي تريده وتبدي باختيار مكان التعبئة كامل اسفل اوكا لا تحدد المنطقة المنطقة بالنسبة تبدي الرقم انا اريد مثلا يبدي لي واحد اثنين ثلاثة او يبدي واحد ثلاثة خمسة سبعة وهكذا او ارقام معين اريد سلسلة ما اريد انه نفسه رقم مثلا رقم اشرة او الخمسة اربعين نفسه يتكرر ما اريد انا في هذه الصورة يعني انه انا اريد شي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة وهكذا اوكي راح نطبقها هنا راح نبدي نكتب رقم واحد وهنا نحدد المكان راح نضغط على التعبئة وسلسلة هنا راح تظهرنا هذه النافذة نختار من يحن هنا صفوف لامدة بما انه انا اريد على شكل امود فرح نختار امدة هو اوتوماتيكيا مختار هنا قيمة الخطوة انه جد راح يزود مقدار واحد يعني اش راح يصير واحد اثنين وهكذا ونضغط موافق صار عندي السلسلة اللي هي من الواحد للهداش على عدد الخلايا اللي محدديها على عدد الخلايا اللي محدديها لسبيل المثال انا اريد ارقام فردية ما اريد سلسلة اريد مثلا واحد ثلاثة خمسة سبعة تسعة وهكذا فاش راح اسوي تعبئ سلسلة وقيمة الخطوة اسويها اثنين واضغط موافق لاحظ انه واحد ثلاثة خمسة ارقام فردية لحد الواحد وعشرين لو تشد اريد ارقام زوجية هنا راح يكون عندي صفر تعبئ مع قيمة الخطوة اثنين اموه راح يبديد من صفر اثنين اربعة وهكذا طبعا انه مشارط انه تبدي من الصفر او الواحد اريد تبدي من اثنين العشرة او اي رقم اخر تبدي من العشرة او اي رقم اخر تعبئ وهي سلسلة واريد ازود بمقدار 100 وانتم احض مية وعشر امتين وعشر ثلاثمية وعشر وهكذا الحل ما يوصل الى 1110 حسب الرقم اللي راح تخليه وقيمة الخطوة اللي راح تخليها لربما واحد يسل انه هاني اريد مثلا ابدي من الواحد واتوقف هنا الحد التسعة بس انا من اجياء احدد وما اجياء احدد وحسب الحدد الخلايا مثلا انا هنا احددت هذا التحديد على التعيين بس اريد يبدي من الواحد مثلا يوان توقف الحد العشرة ما اريد يكمل بس لو نيجي اللاحظ هنا سيوي تعبئ اليوان اتوقف وصل الحدد مباشر انا اريد اليوصل الحد عشرة ويتوقف اقوم اجياء احسب عدد الخلايا ربما انا احسب احسب ميتين خلية اجياء احسب من واحد واحد شين اللي سويت اخوها رقم واحد واحد وهنا شو تسوي تحدد وتضغب تعبئ سلسلة هنا قيمة الخطوة واحد هنا قيمة توقف اريد يتوقف لحد رقم 10 ما غيري يعبر نكمل لحد الاخر شيء وانطموها طبعا هنا لانه هسا تمام تقبيع سلسلة وقيمة التوقف بحد عشرة وانطموها بحد رقم 10 راح يتوقف او اي رقم اخر راح تكتب بقيمة التوقف اي رقم اخر سلسلة اللي يتوقف الحد ال 12 مثلا عفونا هاي قيمة الخطوة قيمة التوقف لحد ال 12 وانطموها ما راح يكمل عدد الخلايا اللي يتم حددها على عدد قيمة التوقف اللي انت خليتها جدت خليت راح يتوقف الحد عملية جدا سهلة وبسيطة بس تركز بيها ايضا بامكانه نعمل انه متسلسلة تكتب واحد اثنين وتجي تحدد وبعمليات السحب ايضا تقدر تسوي متسلسلة تكتب واحد اثنين واثنين هم تحددهم لانه رقما نتحددهم وشي تسوي تخلي مؤشر الموس على المربع الاسود وبعملية السحب راح ايضا تكون عندك متسلسلة على حسب المكان اللي تغيبه بعملية السحب شوف اسم كملت عندك المتسلسلة المتسلسلة ايضا هذه المتسلسلة ستكون عندك المتسلسلة ايضا ايضا هذه المتسلسلة لاحظ تحدد الرقم كله راح يمشي كباشر ايضا بالنسبة الاعداد الفقدية تحدد الكل وتبدي بعملية السحب ايضا اذا كان عندك جدول تريد تسوي تسلسل واحد اثنيين تقدر هالطريقة هذه تحدد وتسحب او تريد تكتبه رقم واحد وتحدد وتروح على تعبئة سلسلة وتختار هذا الطريق عندك اكثر طريقتين تقدر تستخدمه حتى تقدر تسوي متسلسلة ان شاء الله استفاديتوا اي سؤال انا حاضر تكتبوا لي بالكلاسروم وراح اجاوبكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته